ازايكم يا سنة اولى اخباركم ايه عاملين ايه معاكم مستر محمد جلال في فيديو تيكات جديد على السيشن سري واللي هي السيشن بتاعت اليررز جابلوكم انهوضة 12 سؤال تيكات كده وحاجات خفيفة برضو عاوزين بس نعافهم مع بعض في اليررز طيب نبدع طول باول سؤال معانا بيقولك الماجرينج الليكويد دينسي in a direct way ازاي بقيس الليكويد دينسي بشكل دايريكت ايه نستخدم الهايدوميتر هو ده بس سؤال تيك يا مستر لا يا عامل احنا بنسخم بس كده مع بعض بنفكر بعد كده ازاي بقيس الليكويد دينسي دايريكت عن طريق الهايدوميتر طب افرد يا مستر حبيت اجيب الليكويد دينسي برضو يا مستر بس بطريق ان دايريكت لو انت وصل بطريق ان دايريكت تاخد الماس يا مستر وتقسمه على الفاليا فانت يا مستر ايه لعرفك ان دي ان دايريكت يو احتجبت الماسر او ادي ستيب و احتجبت الفوليوم ادي ستيب عملت المضيف بعض اديك استخدمت القانون وعملت ستيب كماني بقعندك اوكتر من ستيب واستخدمت القانون طبعا ان دايريكت اما الهايدوميتر بتاخد الجهاز دخلوا جو الليكويد كده ببص عليه خلاص كده عرفت الايه الليكويد دينسي يا بنا ندخل على السؤال التاني وسؤال رايق اوي 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 بيولك which of the foreign relations cannot be used ماينفعش نستخدمه عشان احصل بسنشترات الايرو او الرياتف ايرو طب بص ركز معي كده مع بعض هو الرياتف ايرو كان بيساوي ايه كان بيساوي الابسيديوت ايرو دا على الريال فاليو صحي الكلام يعني ممكن هنا اقول بكل بساطة ان الرياتف ايرو بتاعي بيساوي مين الابسيديوت بتاعي الريال فاليو ماينس المجد على مين على الريال فاليو طيب عاوز افهمك حاجة كمان اقول هالك ايه هي لو انا عندي مثلا سري بلاس فور يا مستر مقسمين على تو ينفى يا مستر اخد اول جزء دا الوحده والاني اجزء دا الوحد لهو ازاي يعني مالاش ههم هالك اخد اول جزء الوحد يعني اقول ان هيا سريع على تو بلوس فورة على تو عملتي خدت فورة طو دا الوحد واخدت فورة Morning467 عادي جدا عادي يا مستر هي دي هي هي دي احسب ديها الكالكاتو احسب ديها الكالكاتوali ادي بعض. يعني هنا ممكن اعمل ايه في القوان الودميدة اقوم ايه لانها اخد الاكس نود اري الري الريح dirt وبدأ كده اخد الاكس على الاكس نود الواحد تمام تمام يا مستر اللي هو ازاي يعني اهو تعمله اكس نود على اكس نود ماينس يا مستر الاكس على اكس نود تمام اديك اهو وده الابسيوب بتوعك اللي محطين فوق عملتي اخدت الاكس نود على الاكس نود وبعد كده علامة الماينس تحطت في النص وبعد كده اكس على اكس نود نفس اللي حصل هنا كده يعني لو دي كانت عندك سي مينوس فور على تو اعتمله ازاي تاخد سريع على تو الاول بكده حتامته مينس با كده فور على تو يا مشكلة لا تمام يا مستر زي الفول ماشي اتعلمناه وشغالين به ماشي يلا بيناهو طيب يلا بينا نشوف هنا بقى مش انت عندك هنا اكس نود على اكس نود اللي عندك تتعة ثلاثة مش ده بيساوي وان فور على فور الحاجة النفسها بتسوي ايه وان ده على ده بيساوي الون طب بص يلا تبقى وان ماينوس الاكس على الاكس نود يا مستر اوبا ادي قانون يا مستر جامل كمان ده ينفع استخدمه وده ينفع استخدمه وده ينفع استخدمه معي تاق قولين كالريراتي طيب عاوز اولك على حاجة كمان بقى ايه هي يا مستر افهم هلك ايه هي ان الابسليوت ما بيختفش في الارقامي لو انت عملت سري ماينس تو تطلع بوان طب لو عملت تو ماينس سري هتطلع بنيجيتف وان بس ابسيوب بشي نيجيتف فتطلع بوان برضو يعني مهما كانت اقام عملت فايف ماينس سري هتطلع معك بتو طب لو عملت سري ماينس فايف هتطلع معك بكام نيجيتف طول ابسيوب بشي نيجيتف فهتطلع معك بكام بتو يعني بكل بساطة يا مستر ان انت مش هينفع مش هيختلف الترتيب جوه الابسليوت نفسه عامل ازاي يعني ممكن دي بده ما يتبقى اولا ماينس الاكس على الاكس نود انا خليها اكس على اكس نود ماينس الوان يعني غيرت التتيب بدلت الاثنين دول مع بعض زي ما نعملت بدلت اثنين والثلاثة بدلت الخمسة والثلاث عادي جدا ينفع ينفع ايه ينفع مستر جدا 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 وعملتها هو هن طيب فاحنا وجينا نبص بقى دي كده الاشكال اللي ينفع اكتب عليها الولاتف ال طيب دلت اكس على اكس نود بص بقى دلت اكس اكس نود شغال اكس نود مايس اكس اكس نود شغال 1-x على x نود شغال x على x نود مايس 1 شغال طب تعبين نشوف x على x نود مايس 1 ده هو اخر واحد ده شغال طبع x-x نود يا مستر على x نود شغال طب ليه يا مستر تقول لي ما انت لسه جايبها فوق absolute بتاع x نود minus x على x نود انه ما غير التأتيب ما انا لسه نفهمك انه لو غير التأتيب جوه الأبسليوت عادي جدا يغير التأتيب اللي نفسه فيه عادي يخليه كده ويخليه كده بتاعك التأتيب جوه absolute value ومش فرق فده كمان صح طب ده يا مستر number c ما number c هو ده هو اللي قدامك هنا ده 1-x على x نود شغال طيب نبص على دي هل ينفع يا مستر اعخذ x على x نود لا طبعا ده غرض جدا 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 هم اللي يا مستر هو ده مش الاولين لا الاولين لو انت جيت بص هتلاقي فيه مين دلت ده هنا كده مفروش الدلت فده الوحيد ما يفعش تاخد measured على x نود وما تاخد اي absolute error على x نود تمام يبقى ده مين ده الغلط هو بيسألني مين اللي كان not be used يبقى هو ده اللي كان not be used ده كان not be used ماشيش بس انت تكون ايه فاه طيب السؤال اللي بعض عندنا بيقولنا ايه the exact value of the area of a piece of land اس كذا ده مين يا مستر ال exact value بتاع piece of land يعني ال x اللي هي ال real بـ 200.2 meter square تمام فبيقولك زي شون meter ruler in the figure مفيش figure ففوقك منها used to measure the length مش بوين عبص انا عاوزة فهم وحلة مسأو خلاص من غير مبص اكوردنجلي an error in measurement took place with relative error loss كام من relative error بـ 0.28% فعاوزة value of the area when measured طيب ركز بها معي انا عشان عنا دراتي معي ال real ومعي مين ال absolute ده معي ال real ومعي مين ال relative error طيب وانت مش عايف ال relative error كان بيسيره absolute error على ال real value لو انت حتتها في صندوق يا مستار او في المسلس كالشتاف تحسب بقى معاك الدنيا صح فمعاك ال r equal absolute error على ال real value انا معايدة ومعايدة ممكن اجيب منهم مين absolute error طيب ال absolute error يا مستار كان بيساوي ال relative error في مين في ال real value صح طيب يلا ال relative error كان بيكون 0.1% تمام ودرب في 200.2 كان طلعت مين ال absolute error بتاعنا نفتحها كالكيتو بتاعنا ونعمل كان 0.1% 0.2% في 200.2 فتطلع معايا 0.2 0.002 او مداني بالميتر يبقى ادي الميتر يا مستار او قال لي متر سكوير ادي متر سكوير تمام طيب افرد معايا 100% على 100% على 100% ممكن تكتب على 100% عايدة تطلع نفسي حاجة لو مش عندك على 100% اقسم على 100% على كالكيتو بتاعك طيب يلا بينا ندخل تاني هنا كلا نرجع تاني فمعايا absolute error اعفا اعمل ايه بقى اعفا اكتب على rate الميجورمانت مش الميجورد يا مستار بيساوي يا مستار دايما ال real plus or minus الا absolute error صح طب ما من هنا يا مستار ممكن نعمل ايه تعال نكتب على فوق كده تعال او تعال خلينا هنا ماشي او بس فكر ما فيش ايه مساحة كافية ال real value بكام مستار تعال نكتب كده 200.2 plus or minus تعال بينا يلا نعم plus or minus 200.2 تعال او مش عوزي تشلي 200.2 plus or minus ايه يا مستار ال absolute error ليه 0.002 او فيه اول قبل الزيرو هيتين فيه 2 تعال بينا بس لاش نقلق معي شوية 0.2002 حل ده كده من الميجور ده معنى ايه ده معنى ان ال real value ممكن يزيد او ينقص الرقم ده طيب لو هي يا مستار هيعتبر انه هيزيد معي حامل 200.2 plus 0.2002 فالمفروض الميجور ده الاولين ممكن يبقى 200.4002 متر سكوير او ممكن الميجور منت التانية يكونوا منقص ما هو مرة بلس مرة مينس الشير دي وعملها يا مستار ايه مينس فممكن تتلقى 100.99.999.998 متر باور 2 تمام سواء ده يا مستار او سواء ده دي مش متر باور 6 دي متر باور ايه 2 عملتها عادي جدا اهم حاجة في الشغل انا عملت ايه معي ال real ومعي ال a relative error جبت انهم ابسيوت error بعد ما جبت ابسيوت error اخد ال real مرة بلاس ابسيوت error ومرة مينس ابسيوت error وكده جبت المين الميجورمين بتاعتي طب يلا بينادخوا على السؤال لبعد if x equal 5 plus ومينس 0.1 the uncertainty of this measurement يعني الجزء اللي انا شاكك فيه الجزء اللي انا شاكك فيه داين بيبقى مين ال delta x اللي هي متسمية برضو عندي absolute error تمام وابسيوت error اللي بيفرقها عن ال relative error يا مستار ان ال absolute error يا مستار ليها يونت وما بيكونش كمان دخلقك بكفاية طب بص شايف الاريات داين measurements x اللي بيساوي 5 plus or minus 0.1 دا ال x اللي هو الميجورد value دا يا مستار داين بنسمية مينة على شمال plus or minus دا ال x node او real value بتاعي او سعب بنسمية actual value تمام طيب اما 0.1 دا 0.1 دا ال delta x اللي هي مين يا مستار دي ال absolute error تمام او اللي احنا يفنى اللي ليها اسمتين يسمو ايه uncertainty تمام يا مستار تمام يا مستار طيب ال uncertainty هنا كام هي 0.1 يا مستار جاهزة كده اخد دي على طول كلا delta x او يا مستار خلاص خد يا خد يا مستار ما عاملش 0.1 على 5 وطلعها دي اللي هي البيدة لا يا مستار لو سألني عن relative error ان انت تاخد absolute error وتقسمها real value او يمين على الشمال دا relative relative انما لو اعاوز uncertainty انت اعاوز delta x دايما تجيبها من هنا جاهزة على طول طيب يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعد uninserted tester containing 1000 سنتيمتر بوصري افوط حلو when a person looks at this listed tester it reads كذا يعني دا الريال يا مستار الريال بتايب كام بألف تمام اما الميجرد دا بص الريال بتايب كام بألف يا مستار سنتيمتر بوصري لما هو person بص عليها لقاها كام لها 999 سنتيمتر بوصري بس يعني شفع اقل من الريال بتاعت هي المفروض 1000 هو شفعة 999 فاشوفها اقل فبالك which of the position has been the student concerned from your point of view هو بص من اي حتة من a ولا من b ولا من c طيب لو احنا جدا نكبر كده يا مستار هنا كده في المنطقة دي لو انت جيت تبص المفروض البصة الصح وبتاع بي 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 بص بربندية على الحاجة فبي بص صح اي دا لما يجي بص هي بص من فوق كده يشوف اي راي اقل اما السيري بي بص من تحت لو جي يشوف كده يحس ان هي راي اي اكتر طيب احنا شايفين 999 هو هي المفروض 1000 فاشوف الى اقل فيبقى البوزيشن هو شاف من هو مين هو الاي يبقى البوزيشن هو شاف من هو كان مين يا مستار كان الاي طيب ارجع لي تاني بقى بيقولك بقى from your point of view الايرال المجرمنت دا سابه باي السرس التوقيب هل هو استخدم يوز انسرمنت لا يا مستار دا استخدم المجرمنت للانسرمنت صح هل الوزر لا ولكن السبب هو different angle of view بص بانجل غلط والانجل غلط تخليه ايه يشوف غلط يعني بص لو عندي مسلا ازازة هي تمام ودي الماية بتاعتي المفروض عيني تشوف من ايه من اول هنا تمام عيني المفروض تشوف اهو عيني اهو تشوف من اول هنا بايس اعرف ابصها الى كده تب لو انا ببص من تحت هشوفها ايه هشوفها اكتر تب لو انا ببص من فوق هشوفها ايه اقل يا مستار تمام طيب يا بينا ندخل على ها question number 5 wire of lens كذا مديني ال lens بتاع wire wire طول وكده يا مستار على بعض وكده 30 plus or minus 0.6 سنتيمتر حلو الكلام restated or rewanted to be a rectangle its length is double its width يعني لو انا عجيت اعمل من ال wire ده يا مستار الف على شكل rectangle هاخد نفس وعدة الف على شكل rectangle lens بتاعي double width يعني ده مثلا ممكن لو انت سميت ده width بتاعك فده double width ممكن تب لو ما هو double width يعني width ده مثلا x مش عارف هو كام طب وال lens بتاعي يا مستار اتنين اكس طيب مش ده lens اللي فوق ده مع ال lens تحت ده بضو ده تبضو lens يبقى اتنين اكس طب هو مش ده x يعني ال perimeter بتاعي كله ال perimeter بتاعي كله ومش هو السلك ده اتلف على شكل ايه على شكل rectangle انا جبت سلك تمام سلك كان عندي وتنيته لفيته rectangle يعني كل ال perimeter ده على بعض ويا مستار بتلاتين بلوس او ما يزيو بوين سيك سنتي يعني ده كلاته بتلاتين سنتي طيب هو انا التلاتين سنتيه متاسمع كما حتى اتنين اكس واكس اي تات اكس تات اكس واثنين اكس ادي خمس اكس و اكس كان بو سيكس يعني الست اكس تواي هما تلاتين سنتيه متر بتووسلك ايبان ان مفهوض اقسم التلاتين دولة عشان اجيب الاكساية الواحدة اقسم التلاتين دولة على الست فيبال اكساية الواحدة بكام بخمسة سنتيميتر هنا دي اكساية فديد كام بخمسة نشيل كل اكس ونحط مكانها خمس طيب ودي اكس يبقى ده كمان الويتس بتاعي بكم يا مستر الويتس يبتهينا بخمس طيب الفكر ان ده لنس يا مستر اللنس بثنين اكس يبقى ثنين في خمسة بكام بعشر طيب هو احنا يا مستر هو احنا نقسم الزيال بس مش هفوض نقسم كمان الابسليوت او يا مستر نقسم كمان الابسليوت طيب هنقسمها ازاي بقى يا مستر اقول لك انا بقى انت كي طلعت الويتس بفايف بلاس او ما تعرفش طيب الفكر ده لما تقسمه على الستة اهو يا مستر ستة اكس برضه بساوي 0.6 لما تقسمه على الستة يبقى ال اكسي لنقصلك ب 0.1 يعني هنا يا مستر 0.1 وده بميني ده اتنين اكس يبقى 0.2 تب هو انت ما ينفع عاش يا مستر كنت اميها بطاية تانية ينفع اقول هالك مش انت طلعت النمه في الاخر كلهم ستة اكس في الاول او يا مستطعت النمه ستة اكس طب انت من البداية تقوم من الستة اكس بساوي 30 plus or minus 0.6 وتقسم هما هما الاتنين على الستة فتطلع ال اكس الواحدة بكام ب 5 plus or minus 0.1 يبقى اللينس اللي هو كان يبقى الويتس ده اللي كان بيساوي اكس تبقى 5 plus or minus 0.1 طب اللينس اللي كان بيساوي اتنين اكس طب اعمل اتنين اكس تضب هنا في اتنين وهنا في اتنين بتساوي 10 plus or minus 0.2 انا في مشكلة معك لا يا مستطعت انا اديك جبت الويتس وجبت اللينس مظبوطين حلو اوي طيب اللينس هو ب 0.2 والويتس بكام 0.1 كمان هم حطيت الاكويشنز تحت بعض هو عاوز مني ايه يا مستطع عاوز مني البرسنتج عاوز مني البرسنتج تحت ايرو ايشن اجيبها انا هحل المسألة كلها بص لو انا عاوز الاريا شخصيا اجيبها ازاي قلتاك ده على الشمال والشمال كان بيعمل ايه مستطع بيسمع الكلام طب هي الاريا بتساوي الانسف ويتس يعني هعملو ملتبلاي فتبقى 10 في 5 بففت يا مستطع بلس او ماينس دول يا مستطع كان بيتعملهم بلس لا اه ده دول لازن اجيب لهم الارياتيف الاول طب بفاكري كنت بتجيب الارياتيف ازاي او يمين عا الشمال يمين عا الشمال طبعا يمين عا الشمال الاول اليمين هنا 0.2 على 10 وهنا الارياتيف التاني بكامي مستطع ب 0.1 على 5 طب انت عرف ان اي الارياتيف بعملو ايه مستطع بعملو بلس يلا مسا نجيب الكاكوليتو بتاعتنا ونبدأ نعملها بلس طب نقف دي الشاشة كده عشان شكل ايه بتاع زالين من انا ولا حاجة تعال بينا تعال كده 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 اهو زبطنا الشاشة ومعانا كالكوليتو بتاع اتناك جميلة يلا نعمل 0.2 على 10 بلس يا مستر الزيو بوينت وان يا مستر هو على الفايف بتطلع معانا الارياتيف الاريو التوتل بكامي مستر ب 0.04 طيب بتاخد الارياتيف الاريو التوتل ده تدابو فين يا مستر في الريال خد الرقم ده 0.04 ودابو في الريال تطلع الابسيوت ايرور تطلع ديب 2 وطبعا سنتي فسنتي تطلع سنتيمتر باور 2 طب بص باركز ما يفحك انا كيه جبت الاريات مستر طيب هو طلب مني ايه اصلا لو انت جيت تركز في السؤال حتليه طلب حاجة تانية خالص ليه طلب منك ايه هو طبعا انا جبتك الارياتيف هو ممكن يطلبها منك في الامتحان او هنا مستر طلب من ايه عاوز البرسنتيش بتاع الاريو يعني طبعا هتاخد الارياتيف الاريو ده وتدابو في مية شتحول البرسنت 0.04 في مية تطلع الارياتيف الاريو بتاعك التوتل بكام بفور برسنت بكل بساطة كده تمام يعني انت اصلا ما كنتش محتاج انك تداب في الريال واتطلع الابسيليوت بس انا ليه عملت كده لان انا عاوز اخلص المسألة واجهزها كلها يبقى معك كل حاجة اشنا هو مش شرط اني يسألك في امتحان انا بحسنت شتح الاريو ده ممكن يقولك ايه كالكياتر اريا فانت معك كل حاجة يبقى انا يا مستر فكة السير ده ده انا معي السيرك الواحد لفيته لما يبقى معي السيرك كل الطول اللي معي اصلا تلاتين سنتي وعاوز ارفو ما تقوليش بقى هرفو واللنس بتاعي لازه يبقى الواتس ماتقوليش بقى هرفو هنا 20 و 10 مسأة 20 و 10 هبقى هنا 20 و 10 هما كمان يبقى كالا السيرك بقى 60 سنتي مش 30 فانت ما تيجي تقسمو يا مستر تشوف هنا مش داك كده يا مستر بيصير ده 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 اكس ودا اكس ودا ايه اكس فمعك اكس و اكس 2 اكس و 2 اكس يبقى full اكس و 2 اكس كمان 6 اكس يبقى الست اكس بيصير معك 30 بلوس او ماينس 0.6 تقس مع الستة تطلع ال اكس الواحدة 5 plus or minus 0.1 فبقى معك الويتس تمام وبالكده لما تطلع اللينس اللي هو بيساوي ايه اللينس بيساوي معك ايه 2x اللي هي تساوي معك 10 plus or minus 0.2 بساعتها بعد تبدأ تشتغل ان انت تجيب اريا عادي جدا الفكرة بتاع السؤال ده كلاته انك تعرف تجيب الويتس واللينس بشكل مصبوط وديك جبتهم وحلت السؤال بتاعك يلا بنتخل على السؤال ده measurement of the force exerted on an object at a fault rate plus or minus 0.4% if the percentage of the mass measurement is كذا يعني لوهو اس الفورس بغلط 4% واس يا مستر الماس بغلط 2% بعوزي الارر في الاكسيريشن في حين الاكسيريشن بيقولك انه بيساوي فورس على الماس طيب مثل الفورس غيرت في 4% والماس غيرت في 2% انا اولتاك جملة مهم اوي اني ايه يا مستر اولتاك الارر ما له مستر دايما بلص الارر ما له مستر دايما بلص طيب اينا 4 وهنا 2 عاملهم بلص 4 بلص 2 تطلع بكام 6% يبقى الاراتف ايرو بتطلع بكام مستر بال6% بتطلع اكسيريش يا مستر مش هنعملهم divide لا يا مستر تطلعو مش divide وتطلعو بتطلعو متبقاش عبيت الارر دايما ايه دايما بلص طيب يا رابع ندخل على السؤال اللي بعده يا مستر 30 بلص او مينس 0.6 تاني بس الماضي ري وانتو بكم اسكوير شيب طب لهو اسكوير يا مستر يبقى هو عنده اربع جهات ادبعض فانتا مستر لازم تقسم التلاتين بلص او مينس 6 ده على اربع يعني ده تول الواية كلاته تلاتين بلص او مينس 0.6 سنتيميتر وانت عندك ايه اربع جهات اكس واكس 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 او وقل 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 يعنيب انطبع عندك ايه اربع جهات اربع جهات ياخف اللنس واللنس وده لنس وده لنس بانت ن slightly moins 30 على 4 طيب يعني الاربع لنس بتوع كل هم بكزة يبقى اللنس الواحد بكم يكسم عالاا عالم 4 يعني هتقسم التلاتين على الاربع تطلع بكم بسبعة ونص طيب مثل 10.6 7 تطلع بكم 0.15 ده بقى اللنس الواحد طيب انت عاوزي الاريا بتاع السكوير عايف اريا بتاع السكوير بيسوي اريا السكوير بيسوي لنس سكوير بس انت عايف ان مافيش شوان فاش انت تعمل سكوير للرولز فانتعرف ان ال L سكوير دي تبقى L في L او X سكوير L في X في X فالسكوير دايما تعمل الواحد في نفسه يبقى لو انا عاوز اجيب area اكتب ال L ماريتين تحت بعض واشتغلهم بالمالتيبلاي 7.5 plus 0.15 سنتي وينس 7.5 plus 0.15 سنتي قولنا هنشتغلها ازاي L في L بL سكوير الى الشمال يا مستر بيسمع الكلام طيب نجيب الكالكوليتور يلا بينا يالله يا مستر نجيب الكالكوليتور وتبقى 7.5 في 7.5 تطلع بكم بستة وخمسين وربعة ده كده يا مستر ده طيب نرجع تاني هنا يا مستر عاوزين نجيب ال Relative ال Relative كنا بنجيبه ازاي مستر ناخد اليمين عالشمال يمين عالشمال طيب اهو يمين عالشمال Relative الاولي بيسوي كام 0.15 على 7.5 طيب والتاني ما هو نفس سيطلع ايان هيطلع 0.15 على 7.5 ممكن انت تقول 0.15 على 7.5 في 2 بس انا بقولك ايه لو انت هتتلقبط اشتغلها بلص انا عارف انك لو عاوز تعمل واحدة في 2 ماشي طب لو مش عاوز خليك معي على 7.5 بلص يا مستر 0.15 على 7.5 فتطلع معي relative التوتل بكام ب 0.04 اخدها وضبها هنا تطلع الايه تطلع 0.04 ب 56.25 تطلع معي ب 2.25 والسنتي بسنتي سنتيمتر سكوير انا مستر كلا جبت مين كيجبت الاريا طيب هو طاب مني ايه يا مستر طاب مني ايه في السؤال بالكالكوليت زي area والكالكوليت البرسنتي ستار ايرو طيب البرسنتيج ايرو بيقابل ازاي مش انا معي relative التوتل كيبتو ب 0.04 لو عاوز منو percent بارضة في الميه تطلعها مستر معي 0.04 في الميه تطلع معي 4 برضو برضو سبحان الله الاسكوير بشكل الريكتانجي واللي تالة relative ايرو التوتل بكام باربعة في الميه الايجارة تعطي بي يعني الاسكوير تلا شبه الريكتانج بهمت بس طريقة الحل السؤال ده عامل ازاي وريتوك بشكل واثنين اهو يا عام عاوز تاخد سكينشوت خد سكينشوت وشوف بنفسك يالا بيننخش على السؤال اللي بعد افزي quantity سكوير دوت اكس بيسوي كذا تمام فعاوز ابسيوت ايرو تمام انمجنج زي value اكس طيب لو انت عاوز تعرف ال اكس ده بيجيبه ازاي ال اكس ده بيجيبه انطينا باخد سكوير دوت الاكس واضبه في سكوير دوت ال اكس اول انا اخد سكوير دوت الاكس واملها ايه سكوير لان سكوير يطلع سكوير دوت هيبقى الاكس او بمانا صح لو انا عارف انك كده ما ينفعش عامل سكوير للمعادلات يبقى لازن نعمل ايه سكوير دوت اكس في سكوير دوت ال اكس طيب عالشان كده يا مستر لازن اكترون تحت بعض سكوير دوت الاكس او مينس 0.2 وبتحتها سكوير دوت الاكس ايقل سكوير دوت 5 بلس او مينس 0.2 عشنا اوصل الاكس بعمل دفدة يبقى كله مرتبلاي طيب يلا الشمال بيسمع كلام هعمل سكوير دوت ال 5 في سكوير دوت 5 سكوير دوت 5 هيتلع معي بكامعة كالكيتور ب 5 طيب هنا في ستين فعملون بلس لا يا مستر هنا لازن تجيب الريلاتف بتاعك طيب والريلاتف اجيبه ازاي اليمين على الشمال طيب اللي على اليمين روت 0.2 على الشمال ما تلساش نوع تحت روت روت 5 طيب وهنا مستر هنا برضو نفس الحكاية ايب عندك سكوير روت اليمين على الشمال سكوير 0.2 على سكوير دوت اليمين ما انا نجيب الريلاتف مين ايه توت اليمين سكوير دوت اليف فتطلع معي الreative total become 0.4 يا مست بعمل ايه بالreative total يا مستر بضعه في الريال اشي طالله ابسليوت يبقى اخد 0.4 وضعه في ال 5 تطلع become مستر ب 2 طب دي طالع سنتيمتر بقى ونص ودي سنتيمتر بقى ونص هتبقى هنا سنتيمتر ونص ونص تدي 1 يبقى سنتيمتر بقى ون عطوه ده بالنسبة ال unit ده لهو عاوز يعني مني ال unit طيب هو مين يا مستر 5D ده الريال فالي يا مستر طيب من ال 2 ده الابسيوت ايرو الرياء مستر طيب من الز والده ده الريال فالريال فالريال مستر تمام طيب لو عايز ال % تاخد ده وتضعه في ميه وتاخد ده وتضعه في ميه طالع ال الリلليتف ال total بال % تطلع ال الريال التوطل بال % على ال 40 فال ميه طيب هو عايز مني انا معي كل حي interpretive because every one is my younger my absolute my relative Sant كله معاي عايز مني عايز ابسيوت الريال اهو ابسيوت الريال هوоту اختار lab2 بس سيكت لو كاوز يرتف كنت تختاري 0.4 طيب ما في شعر 25 مستر ولا في 0.1 عشان بس ايه ما نهبلش طيب يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعضه وده سؤال تريكي عاوزك تكون مركز معي اوي في السؤال التقي ده سؤال فعلا من الاسئلة التقيلة جدا 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 طيب اكس باور سري بيساوي 216 بلاس او يا مستر 6.48 سنتيمتر باور سري او زيار في الابسيوت الو بتاع الاكس سكوير بكم طب ما انا عش نعف اجيب الابسيوت الو بتاع الاكس سكوير يبقى انا مفتوض اجيب الاكس الاول صح هو ده مين يا مستر ده الريال فاليو وده مين يا مستر الابسيوت الو بص اول حاجة يا مستر ما ينفرش انا اخد لو عندي باور كده لو عندي باور كده ما يفعش اللي انا اخد بلاس او او اعمل ديفايد لده طيب او مانون كاميري اعمل ديفايد لده طيب الفكرة بقى لو انا عاوز اوصل من اكس باور سري الاول لازم نجيب الاكس اوصل ازاي شي باور سري دي ازاي بكيوبيكروت في روت كده عليها سري من هنا بتدروس عالشفت وبعد دي روت كيوبيكروت للريال فاليو بتاعت الاكس بكامير ستا 216 تطلع معي كام باور سكر يلا بنا انت نعملها ازاي باور شايف دي الروت عالي انت تدوس شفت وبعد دي الروت هيطلع لك روت وعليه رقم سكر دي كيوبيكروت الكيوبيكروت يا مستر بتطير اي حاجة باور سري فتدوس كيوبيكروت 216 فتطلع معك الريال فاليو بتاعت الاكس الواحدة بستة طيب لو انت عاوز الريال فاليو يا مستر بتاعت الاكس سكوير بكام يا مستر خد الريال فاليو بتاعت الاكس سكوير تمام فتطلع بكام بسيرتي سكس طيب دي حاجة يا مستر انا كده اتكلمت عمين عن الجزء الاولين بتاع القانون بتاع الريال فاليو كده جبت الريال فاليو بتاع الاكس سكوير بس فكه في حاجة ان انا محتاج ابسيوت ايرو طيب ركز بقى معي اتجيب ازاي ابسيوت ايرو ده مش انا معي دلوقتي ممكن اعملي اخودي اليمين على الشمال هنا اطل الريالة ايرو اليمستر التوتال بتاع مين ي dor اطل الريالة realmente بالتوتال بتاع الاكس سكوير يعني اطل الريالة بتاع مين اكس بواسسييعمل اذا اخودي ايمين على الشمال سكس بوينت فور ايت يا مستر على ميتين وستاش Lit какая مستقة انا حسبها سكس بوينت فور ايت على مائتين وستاش. تطلب معي 0.03. اول رياتف طال اكس بهو سري ده جاي بسراب ايه? اللي انا عمل رياتف طال اكس بلس رياتف طال اكس بلس رياتف طال اكس. اكس واكس واكس تدي اكس سكوير. طب لو ده 0.03 ومدول تلاتة من الارر اكس صح? يعني معناه ان كده هي تبقى 0.01 بلس 0.01 بلس 0.01 او بمعنى اصح ممكن تعملها برضو بتغيطة ثانيا بلس 0.01 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 طب الريلاتف بتاع اكسين اتنين تاع اكس سكوير كده هتاخد اكس سكوير ايه اتنين اكس تبع 0.1 plus 0.01 تطلع ب 0.02 طب يلا مستفكر اكس سري كام بكام 0.03 صحة جدا كده اللي انترس اجيبها فواهي بتاع اكس سري ب 0.03 بتاع ال اكس سكوير ب اكس بوين 0.02 اكس بس 0.01 طب انا كمعي الريلاتف ومعي مين الريال فاليو طب ما انا مافش اعمل حاجة ومش الريلاتف بيساوي الابسوليوت ايرور على الريال فاليو اه يا مستر طب ما انا لو انا احتيتها في مسلس كده وقلت ان الريلاتف بيساوي الابسوليوت ايرور في الايه على الريال فاليو لو انا عاوز اجيب الابسوليوت اجيبه ازاي يا مستر اجيب الابسوليوت عن طيلا نقدر بالريلاتف في الريال فاليو طب انا كده ممكن ااخد الريلاتف بتاع ال اكس سكوير وأضبه في الريال فالو بتاع الأنسي سكوير فانا يا ميستر كده اقوم تقيه باللتا اكس الزي ميستر اجيبها بسيطان لن ناخد الراتف تاله الحصول 0.02 واضبه يا ميستر في الريال وفالو بتاع الأنسي سكوير ليه كام بسيرتي سيكس فتطلع معي بكام ميستر تعرف بيه نحسبها على الكالكوليتو نحسبها على الكالكوليتو تطلع معي بكام زيرو بوينت زيرو تو بسرتي سيكس تتلع بكام بزيو بوينت سبنتي تو سانتي ميتر يا مستر سكوير تمام كي جبت ريتف ايرو بتاع مين بتاع ال اكس سكوير بس كده حلت عملت اي يا مستر بكل بساطة افاهمك بس التكات انا عملتها اول حاج اخدت الريال اخدت الريال ده مسلا ريال بتاع ال اكس باور سري تمام بمتين وستاش عملت كيوبك روت جبت الريال بتاع ال اكس الواحده بست فعملت له سكوير يا مستر عملت له سكوير مش نقف اجيب الريال بتاع ال اكس بس سكوير كده تمام جبتو بسرتي سيكس خلصت الجزء بتاع الريال انا ما قداش اشتغل خلص على الابسيود دلوقتي خلص فاشتغلت عمين عن ريلاتيف جبت ريلاتيف بتاع ال اكس باور سري ازاي عن طيرنا خدت اليمين على الشمال فلو خدت اليمين على الشمال 6.4 سريع على 216 طلعتو بزيو بوينت زيو سري لو دا هي مستر بتاع اكس باور سري في مين؟ في الريال معاك الراتف بـ 0.02 معاك الريال بـ 36 دارتم في بعض 3 مايبكام بـ 0.72 سنتيمتر باور ايه 3 0.72 سنتيمتر باور 2 سؤال حلو جدا و تيكي جدا و خلي بالك منه من اسئلة والله لذيذة جدا طيب خش هسألة بعضه طويل شوية بس سيئلة بيان نخش مع بعض عليه اسيون decides to measure the period of a pendulum the period is the time taken for one complete swing يعني period دا التايم بتعلف الواحد تمام using a stopwatch he finds that 8 complete swings take 7.4 seconds with his calculator then he uses the data to calculate the time for the swings the number shown on his calculator is 0.25 تمام طيب يا مستر لو انا جيت يا مستر عملت كده بلقي اذا تأكسبت اول مطلوب مني is it acceptable to claim that the period of the pendulum is 0.9925 seconds to explain your answer طب هو مش هو اللي الperiod او الtime بتاع اللفه الواحد بيساوي ايه يا مستر مش هو يا مستر time اللف الروحله بيساوي total time على عدد اللفات او مدي total time بيكام يا مستر ب7.4 seconds لف في يوم كام لفه يا مستر 8 complete swings ودا التايم ها اسمه على 8 واشوف ها يطلع بكامل مفروض طلع زي ما هو قاله ولا ما اطلعش بيكدب علينا 7.4 على 8 تطلع ب0.925 seconds اللفة الواحدة ب0.925 seconds بجيبها ازاي يا مستر بص اول دايما يا مستر اللفة الواحدة زمن لفة واحدة تمام بيساوي الزمن الكلي total time على عدد اللفات تمام يعني مسلا يا مستر لو انا لفيت تراك التراك ده لفيته مرتين تمام 2 times في 10 minutes يبقى اللفة الواحدة تاخد منت ايه 5 minutes عملت ازاي يا مستر لفيت مرتين اخد 10 دا يبقى اللفة الواحدة اخي كام 5 عملت ايه اخدت total time واسمتها عدد اللفات وده اللي انا عملت هنا خد total time واسمتها مين عدد اللفات يعني دا قانون يا مستر او يا مستر دا قانون وخليه معاك بس هو مش اساسي معاك في منهك بتاعك دا لسه تاخده في ثانية سنوية بس هو اللفة الواحدة بتساوي total time على عدد اللفات فهذا it's acceptable yes يا مستر because اهم عندك شرح لك ليه حسبته طب بيلك how the student can make the period more accurate ازاي يقدر يعمل الميجرمين بتاعك مور اكريت يا مستر هتقوم اييلو by taking several measurements ياخد اكتر من اياسة تمام and ايه take the average لان المنهك بتاعك بيقولك ايه خد اعمل كزا اياسة وخد ال average فكده بتقلل a الار ادي مطلوب b gap ومطلوب a gap طيب another student finds that 100 complete cycle takes كزا what is the period يعني period يعني اعاوز predict time يعني time بتاع اللفة الواحدة طيب ما يا مستر time اللفة الواحدة ده مستر total time على عدد اللفات total time ب92.9 وعدد اللفات بكام 100 يبقى اللفة الواحدة خدت 9 to 9 seconds الله سترو دي طيب بيقولك بقى ايه if the real period was 0.8 0.28 seconds ماشي اني تذكر ال real value بتاعي مستر بكام 0.928 seconds حلو الكلام عاوز ايه بقى مني بيقولك calculate the absolute error and the relative error in both measurements and explain why the values of error in one case different than the other احسبلي يا مستر هو بيقولك احسبلي مرة لو الطالب كان معي 0.925 ده الاولاني واحسبلي يا مستر ال error في الحالة التانية 0.929 واللي من فيه مور اكد طب ماشي يا مستر اول لك يا عام او حاجيجيب ال absolute error بتاع الاولاني ال absolute error الاولاني ده وده التاني نشتغل اول عالطايب الاولاني absolute error بتجيبه ازاي طب تاخد ال real يا مستر بوسكت نكتبلك كل حاجة بالخطوات ال real يا مستر minus error ال real ال real بيكان مستر 0.928 minus ال measure 0.925 تطلع معك الكالكريتوب بيكان 0.003 تمام ده الرير تفقيله بتاعك second او ممكن كالكريتوب بتاعك اكتبها لك 3 في 10 باور negative 3 تقريبا ممكن اكتبها لك ممكن اكتبها لك كده طيب اي واحدة من دور مش هتفق طيب بعد كده عاوز تجيب مين relative error relative error relative error تعمل ايه مستر بكل بساطة تاخد absolute error بتاعك على real value هلو الكلام هو هل لك عاوز relative بس ولا عاوز ال percentage هل لك عاوز relative بس طب خلاص هل لك عاوز relative بس طب خلاص اخد absolute error اللي هو 3 في 10 باور negative 3 أو 0.03 عادي جدا واسمها على real value real value 0.928 تشوفها تطلع معي relative error بكام ممكن كمان احولها ل % اشنا فقراها بعيني بشكل اجمل لان الرقم دا يبقى صغير جدا 3 في 10 باور negative 3 على 0.928 تطلع معي ب 0.00323 طيب اضع برقم البتائدة في 100 يا مستر عشان اطلع بال% تطلع معي 0.323% دا كده مين يا مستر الطالب الاولاني طب نعمل نفس حكاية احنا اعملها للطالب الثاني يلا يا مستر الطالب الثاني absolute error بيسوي ايه يا مستر بيسوي real minus المجد يلا real 0.928 minus المجد 0.929 تطلع معي بكامل error تعمل اثنين مائنس بعض تطلع معك 0.01 second هل يدخل هل يا مستر بدخل absolute على كالكليته لا مبدخلوش والله مبدخل على كالكليته تمام انا بحطه كده بس وانا بحسب انها هل في الحقيقة ادخل على كالكليته لا مش ادخل على كالكليته طيب منها يطلع 1 في 10 power negative 3 second يا مستر طيب تطلع معي 1 في 10 power negative 3 second اعمل ايه الخطة اللي بعديها اروح اجيب relative طب relative يا مستر بجاب ازاي absolute ارو على a real value طيب لو نعرص تجيب absolute ارو ال absolute على ال real اخذ 1 في 10 power negative 3 واللي ظهر لك كالكليته من هنا اي واحدة والسيمة على ال real 0.928 واشوفها تطلع بكم وطلع ب percent كمان اش اش نافحكم طيب انا اعمل كده مع بعض ناخد بقى هنا نقول ان دي 1 temple negative 3 تطلع معي بكاميرا ستار ب 0.00107 طيب لو اوز احولها ب percent اضافي مي تطلع 0.107% ايان لو انت كنت بصها تلاقي ان دي 0.107 ودي 0.323 مين عنده ايرو اكبر؟ طبعا student 2 عنده ايرو اكبر ده عنده ايرو اكبر فانت كده عندك ده عنده ايرو كبير فعنده اكيرسي او دقة تمام اكيرسي او دقة في القياس قريرة ده ده عنده راتف ايرو صغير فطبعا ده عنده خطأ اقلي فعنده اكيرانسي بتاعته او دقة بتاعته ايه اعلى فطبعا student 2 ده عنده دقته ايه اعلى بكتير طب يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده والاخير معنى زي الصورة الير is approximately كذا دي الاياسة بتاعتي اياستي باي في 10 power 7 second طيب بيقولك ايه بقى find the percentage of error in this approximation او زي افل percentage تعطي الايرو ان او زي راتف ايرو knowing that السؤال يب بيسوي كذا دي طيب ده ال real value متدرك بس مدرك باي days ايش انت تعرف تجيبه تحول لاز تحول السكن زي ده يبقى 365.25 زي تحول يما تضب في ال 86400 اللي انت حافزها من اول حصة ده مستر مش حافزها ثم تضب اليوم في كم ساعة 24 طب والساعة فيها كم دي 60 طب والدي ايه فيها كم سانية 60 فيبقى ده رقم بتاعك تمام ده ال real value بتاعك كده تمام طيب انت عوز تعمل يا مستر تجيب percentage تعطي الايرو ايش تجيب percentage تعطي الايرو او حي محتاج تجيبها الايرو الايرو تاخد ال real ماينس مين المجرد هتعمل ده ماينس ده عالكالكليتر وتشوفها تطلع بكام يلا بينا مع بعض نعملها عالكالكليتر مش هكتبها تانية اشنا السلط مش هكفي يلا 365.25 24 ممكن تطلع اساسا ال relative او ال real على طول مرة واحدة الاول بكام 3155 7600 ده ال real تمام؟ لو انت جاية ال real من الممكن دذوقين التعويدا معك 3155 بتحمي مينس الما produto يعطي بكام ال quinaو اول تصوى الماء الايرو 5 5 7 6 0 0 مغير اي بوينتز تمام ماينس مين يا مستر ماينس الباي في ال 10 باور 7 فتلعت ماي الابسيوت ايو بكام 141 6 7 3.46 طيب انت عرف لو انت عوضت بالباي دي ب 3.14 هيطلع معاك رقم مختلف عادي يا مستر مش هتف طيب اعطت مكانه مستر ب 22 على 7 برضو مش هتفل طيب هو محدد لكش عاوز البيب كام انت وماذاك انت انا جبتها بالباي بتاعت الكالكليتور انا حر عاوز تجيبها ب 22 على 7 انت حر عاوز تجيبها بالc.14 انت حر طيب 3 ابسيوت ايو عاوز اجيب الريلاتيف مستر بالبسنت يبا اخد الابسيليوت واقسمه على مين اقسمه على ريال وبما انه عاوز بالبسنت فانا ممكن اضب في مين ايه على طول كتب طيب يلا بينا الابسيوت ايو بكام 141673.46 واقسمه على الريال اللي هو بكام الريال اللي هو يا مستر ب31557600 لسه جايبين اهو اهو اللي هو نتيجة العملية دي تلعب بدا ده الريال واضب في مين تطلع ذاتف بتاعي بكام يا مستر يلا بينا ما كلكيتو مع بعض نعملها على طول كده في السريع اهو يبقى عندي 1 4 1 6 7 3.46 على مستر 31557600 واضرب في مية تمام فتطلع مين راتف ايه ببسنت كام 0.44% بالتقريب طب انت لو طلعت اي رقم قريب من ده بسبب اللي انت طبعا استخدمت الباي بشكل مختلف طبعا انت ليك كامل حرية تام اللي انت ايه عاوزه بمنهم حددلكش باي بكام بس بكده سنقولها ان يكون الحمد لله خلصنا افكار التريكات بتاع تسيشن 3 بتاع تيروس وبكده انت تكون مية مية في اليروس بازن الله طيب اشوفك ان شاء الله في الفيديو التريكات بتاع اسم از طبعا بشكل مية في الفيديو الترسيشن 4 باي باي باي